قبل ما نخش على الهواء عشان قبل مختن بس تقول تدي عايز تقول حاجة لبيتسو موسيماني يعني انا شايف ان هو مش عارف هو ماسك نادي ايه وللأسف هم اللي سمحولوك كده بقوله لا ايه الصور اللي جاية دي انت خسران بتولي افريقيا انت تدرى هنا في مصر ولا بدورة تدريبية بعد ما تخلص يا حبيبي انت جاية تتعلم مع جماعة يا جماعة لأ انت بنا نحن بتديره المصر السلوم ممكن يكسب الاهل كاس وارد كده انت كده بتستهتر بين الناس انت بقى اصلا يعني فيه رأيش يقول انه بيتسو موسيماني يكمل مع الاهل لهاية الموسم وفيه رأي تاني يقول لأ يمشي دلوقتي لا بالطريقة دي لا 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 استيباك من الموقف ده كأداء ونتائج و هو الإقدارة مش عارفة ان الأداء بتاعها وحش من زمان بس هي البطولات اللي بتحكم اه الأداء بتاعها اللعيبة كلها بتشتكي هم النهاردة هم بيتكلموا معاه بيتكلموا ان الأحمال التدريبية وحشة الناس انا قلتلك المرة فاتت الناس بتتصاب و بترجع بصعوبة بيتكلموا معاه ان مفيش جديد في التدريب حاجة المهارية لان بيعمل تقسيمات طويلة هو الإدارة مش عارفة بيدي أجازات كتيرة مش مرة ده خمس مرات ست مرات هي مش عارفة معارفين الكلام ده بس هي المشكلة ان الوحيد اللي كان سانده كافت الخطيب من دقته وشكله مدق جدا مش عشان خسر بقى كرة مكسب خسارة ان انا سندك وانت راح تتصور مع بتاع المغرب وفي المغرب وانت مغلوب منهم يا اخي الدارة وفرحان بوليد الاجراجي وراك وعملت تتصور انت مش عارف انت ماسك نادي ايه يعني محدش يزعب لازم يعرفوه انت ماسك النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا لما تخسر تيجي ناديك وتتمرن وتمرن الناس وتلعب بقى عادي يا عم روح اتعلم بعد ما نخلص انا مش بديك دولارات عشان تروح تتعلم خمس عشر يوم وتجيلي انا غبت يومين عن النادي الاهلي وانا في بطولة في الامارات مشوني اهو عال ثلاث ايام شوف ها يعملوا مع ايه